أهلاً وسهلاً بكل تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى للمستوى الخامس ابتدائي هنشوفوا حد الفرد الأول للدورة الأولى لمادة الفرنسية للمستوى الخامس ابتدائي إذن بالنسبة الرابط تحميل على القو في الوصف إذن أول حاجة قبل ما نبدو أن الجزء الأول رخدمنا في فيديو ودبعا نخدمه الجزء الثاني من بعد القو التجميعية باش هكذا تخدموا مزيان بارتي 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 باش تساعدوا مزيان الامتيحان إذن نكملوا وعننا أرتوغراف إذن كما أخد لكم رابط تحميل على القو في الوصف عنا أرتوغراف بالنسبة للأرتوغراف جميل أكسن كي يكون فين لا أو الفو يعني يقال لك هنا هتوضع الأكسن وفي الخاصة كتوضعها إذن بالنسبة للأكسن كين أكسن أجو كين أكسن غراف وكين أكسن سير كونفلكت اللي كتسمى يعني كنقولها شابو إذن بالنسبة للأكسن أجو يعني النطق ديالها يعني أدوك أه ما كنسمعش ما كنجي نطق أه ما كتسمعش مئو يا ساميتا العكس ديال أكسن ولا أكسن غراف إذن نحاولو نوضعو لز أكسن في المكان ديالهم المناسب إذن من أكسن معني يارتي في المكان ما كنش base L'éléphant. L'éléphant a un accent aigu, accent aigu. En Afrique, il doit être. Le verbe être, il doit être protégé. Il doit être protégé. Il doit être protégé. Il doit être un accent aigu, accent aigu. C'est-à-dire qu'il y a le participe passé. Ou quand il y a le participe passé, il y a un accent aigu. Je suis intérieurement d'accord avec vous. Il y a un accent aigu. Je suis intérieurement d'accord avec vous. Je m'entrape avec vous. Je suis intérieurement d'accord avec vous. Il y a un accent aigu. Je complète le nom féminin suivant avec un accent ou deux e. Très bien. Il y a un accent aigu. 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 Je suis intérieurement d'accord avec vous. Je suis intérieurement d'accord avec vous. La matinée. Il y a un accent aigu. أعنشو دابا لسانتة صحة لسانتة أكسن واحدة إذن فلا سواري إذن لسواري لسواري أكسن أكسن أ لجورني لقولك بان جورني لجورني أكسن 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 إذن سلينا بارتي ديال أرطغاف مشو لكسيك إذن لكسيك فهات درس ديال ضروري خسكم تعرفوا الترتيب بالحروف الترتيب الحروف من فرنسية من A تلز A B C D E F إذا قدروا ترتبوا هنا كترتب على حسب ترتيب ديال الحروف إذن هنا أشنو عندنا عندنا كلمات كاملين كيبدوا بأ إذن كتلقى نفس الحرف لو كيتشابو كمشي الحرف الثاني القارن إذن بعمشي الحرف الثاني عندنا V عندنا U عندنا R عندنا L عندنا D وعندنا N باش عندها A ما كينش A ما كينش B ما كينش Second D إذن عندنا بأدروة إذن نكتبها هي لولا أدروة تربيا مشول الثاني نعملتش طيبة هنا شوية باش مقدش باش منتلفش عمشي دابة A B C D E ما كينش F G I J K L إذن عندنا L إذن شنو عنا نعمل أليمان أليمان تربيا إذن عملتش طيبة شوية باش منتلفش أوكي A B C D E F J H I J K ما كينش K L M N كينة N يعني هادي إذن عمل أون أونكسيو أونكسيو إذن نصلنا للأر إذن أر هي هنا شنو عنا أغموار إذن عنا نكتب هنا يا أغموار عندنا أغموار هنا يا شنطب عليها تربيا إذن عمشي دابة أبخي أر شنو عندنا أغموار 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 إذن U هنا يهي M N O P Q R S T U V يعني U كتسبقي اللولا يعني عن سببق أغموار إذن عندنا أو كتو مو بيل أوتو مو بيل أبخي أوتو مو بيل بقتلنا أبياسيو هي الأخرة أوكي أ بيا سيو تربيا إحنا رتبنا هون على حسب الترتيب ديالون وترتيب ديال الحروف دابة عمشي سوء الموالي جو غنج للترسيوهن دون لغة ألفابيتيك دابة عرتب الحروف لكاينين على حسب الترتيب الحروف بالفرنسية إذن عندنا A A كينا إذن نكتبهاي اللولا أبخي B ما كيناش C ما كيناش إذن هنا هنعملكم سا A دوسا B C D إذن شمع عندي هاية D كينا B و C ما كيناش إذن هنعمل D أوكي هنعمل هنه شوية تشطيبا D A B C D E F G H E إذن كينا E كنشوف الحروف لي ما كيناش E أبخي E أشنو كينا G ما كيناش K إذن كينا K هاية نكسبها K أبخي K كينا L أبخي 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 كينا R أبخي وآخر حرف لي ما كين هو Z إذن رتبنا الحروف يعني الحروف اللي عدنا عطينا 16 ما عطيناش كل شي رتبناهم على حسب ترسيب حروف الأبجدية إذن هنشوف دابا سؤال ثالث هنا جيك خي لسينفكاسيون دوشك أبريفياسيون هاد الاختصارات أبريفياسيون كيكونوا في الدكسيونر يعني مكن مجين هنا الدكسيونر كنستعملوا باش كنفتش على شي كلمة بوش يخشي وباش نعرف الإكسبليكاسيون شرح ديال شي كلمة وكيكون هاد باش كيحددنا لجون إلى النمبر يعني كيحددنا لناتور دمو كيحددنا لناتور دمو طبيعة الكلمة وش إسم والأدزكتيف والأدverb والأد vemos إذن فيأش كتعني كتعني verbe كتعني verbe أدج Wind والأدج كتعني أدجكتيف أدجكتيف إذن نو مسكولا عشنو كتعني نم كتعني نو مسكولا نو ما سك لا أوكي نف كتعني نو في منا نو في مي نا اوكي ادان كل حاجة عندها ادفك يعني ادفرب ان اف نو في مي نا ان ام نو ماسكولا ادجي ادجيكتف في فرب ادان باش نو قلنا افري جو شخص او انا جو شخص يعني نفتش على ثلاث كلمات باش كي بدو كي بدو بايش بلا لترو ت اوكي اي جو لكلاسي بار اوكي اوغدر الفابيسيك ادان مثلا كي كما كانو نعملو تنير ذر تنير اوكي انا نعملو باريزان بلتروس تروس اوكي يعني اجيب كلمات من عندك ثلاثة ونعملو مثلا تابي ثلاث كلمات اوكي كي بدو بلا لترو ت دا باع رتبوهم شكل لولا انا كي بدو بتي شكل لولا ا ادان لولا تابي ادان هدي هي اللولا ابخي ابسي دي ا تنير هي تانية من بعد اشنو عندنا تروس هي تالتا ادان على حسب ترتيب ديالون في الحروف الاباجدية ادان هنا سالينة يعني حلا حسب أغضر الفا 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 بيتي ادان عمشي دابا كونجوغازون من ديسبال كونجوغازون هنا سهل ادان شمع عنو هنا ادان جو complete اد 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 تعرفوا Passé Composé جنو كنعمل إما كنعمل أفوار أو لأتر مصرف في البريزن وكنزيد علي Participe Passé و Participe Passé سهل ديال 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 في الأخير إدان نشوفو دابا عندنا انسورتي ديال جيت يا إلا نزعون vous avez إلزان سا veut dire هنا يا إل أفك إس إدان نعمل هادي إل أفك إس تانيا أترمين تي دووار هناك إن خاطة هنا عندنا أس هنا جي تيال OK تيال إدان كنك أن تيال هنا تيال إدان هادي تيال إدان هنا جنو أنعمل تيال 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 أمشي دابا تلتا vous avez passé هنا أفك نزعون vous avez إدان أعمل vous vous avez passé une bonne journée أمشي ربع avant نزعون إدان نزعون نزعون ستني le champion OK دابا أمشي سؤال موالي جمين le verbe مي entre parenthèse أو passé composé دابا نصرف هاد الفعل passé composé كي ما قد لكم سهل إما الفعل كي تصرف avoir ou l'être OK ومن بعد كنعمل partice passé بالنسبة للم أمشي 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 وبالنسبة لدوزيام جوب إذا شنو عندنا شوازير إذا شوازير كيتصرف مع avoir نقول ج تيا إذا نعمل تيا وبالنسبة partice passé شوف كنحيد شوى كنحيد er وكنعمل partice passé في دوزيام جوب هذا إ هذا دوزيام جوب كنحيد إ في الأخر كنحيد er وكنعمل إ في الأخر إذا شوفوا voyage هنا vous voyage كيتصرف مع كوا كيتصرف مع verbe يعني avoir إذا ما دام كيتصرف مع avoir أوكي عنقول vous avez voyager إذا بالنسبة هنا هنعمل vous avez voyager en بلجيك ولا هنا عنقول vous avez هنا بالنسبة al voyager premier group شنو كنعمل voyager كنحيد er وكنعمل هنا في premier group كنعمل أو أكسن في الأخر vous avez voyager en بلجيك très bien دابا عندوزو la partie اللي كتتعلق بال production de l'écrit يكون عندنا هنا الترتيب على غول إملاء الفراغ إذا من نسبة الترتيب شنو عندنا غو كوبي لفخار زون لغد غرتب هاد لفخار ومن بعد عن كتبه يعني بالترتيب اوكي أنا أكتبهم لكم وأرصبهم لكم بالأرقام هنا ولكن ما تجي هنا يمكن خلي لك الفراغ خاص تعمل غير الأرقام تكتب بالترتيب الجمل إذا لدينا pierre لا جميع رفو يعني pierre هو اسم يعني بحال كاريم وآدم يعني يعني ما عمر شاف شي حاجة عود شاف شي حاجة كدر علي يعني هذه ما تكون جملة الأول لأن عندنا هدلا كترجع لشي حاجة إذا عندنا ألغ لبالو سيو ان ولي يعني البالونا طارت أوكي لأتخل جو يعني واحد نهار عنده وحد الكورة زوين حمرا سودا فجأة يعني خلى يعني تسيب لو الخيط دي الكورة بالونا هي نفخة أوكي إذا أفو تخافيش نو أول جملة بدأ نشوف الشخصية اللي كنهضروا لها في النص هي هذه إذا إما الجملة ستكون هذه الأول أو هذه هذه ممكن تكون الأول لأن عندنا الضمير كنهضروا قبل إذا أول هده هي هذه واحد إذا هن سودا كان عنده سودا فجأة أبخي شنو وقع من هدك لفيسال يعني الخيط تزول شنو طارت البالون إذا هذي الثالثة من بعد يعني ما يبقى شعود يشوف أشكون هي الكورة هده هو الترتيب إذا أتكتبوا النص أو الجملة بالترتيب بيش حصلوا النص كامل بها الطريقة لطر جوخ بيار أبخي 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 سودا إلا لشي الفيسال ألوغ لبالون سي أبخي بيار نلا جامي روي إذا دابع مشيو لسؤال موالي كاملت لفراز لفراز أفت لما سي بور دان كار كام مي كام ني دان إذا بالنسبة لها الكلمة كربط بين جملة بين دو فراز كربط بين جملة كربط بين جملة إما كيد اللو مثلا بحال كار على كون سي كار على السبب لا كوز مثلا كون يعني على الزمن أوكي مثلا لنتيجة ولا كون سي إذا نحاول نكمل الجمل يعني يعني تعلم مزيان للدرس إذا أجيب نقطة مزيانة إذا لش ما أقول إذا أقول إذن إذن هي دون إذا أقول دون تي بيان أبخي تال لصن دون تي أغا إن بان نوت إذا عجيب نقطة زوين مشو الجملة الثانية نزيغان على ماء les vacances arrivant إذن إمتى عمشو البحر من عتو صل عطلة يعني الزمن و كون هي اللي كدل على الزمن إذا نعمل هنا كون إذن كون les vacances arrivant عمشي جملة الثالثة D يعني عمشي الطبيب جسي مال أشدو عنقول هنا عنقول لأنني مريض ولي كدل على السبب هي كار أو بارسوك هنا عندنا كار نعمل كار كار جسي مال أخر جملة بول سوس انكور سون بوس إذن يعني بول واحد سمية بحل آدم إذن شنو كعمل سوس يعني يعني عاف لأيا صغار كعمل صبع ديالون في الفم ديالون يعني قال لوا باقي كي يعني انكور بوس سون بوس بحل بيبي إذن بحل يكم إذن نتمنى نكون فتكم وبالنسبة لهذه الكلمات كي ما قلت لكم وما كان أربط بينهم بين جو الجمل يعني إما كيكون عندي جملة سبب ديالة جملة الثانية أو الجملة اللولة كد أدي النتيجة جملة الثانية أو مثلا الوصف إلى آخره إذن إذن نتمنى نكون فتكم شكرا وإلى اللقاء